السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم دكتور سيد العسال في الحلقة رقم 10 من سلسلة المونيتايزيشن ومن شرح اللونج جاكينج النهاردة انا استلامت الارتكل اللي كنت بولوكو عليها لكل عملناه في الفيديو اللي فات فهواريكو ازاي بالوقتي هندخل ونعمل بوست في الورد بريس باستخدام الارتكل اللي جات لنا دي دي انا عمل زادة ونلوت خلاص فانا هاخلها كوبي بيست وزاي ما انتو شايفيني ما فيش اي تنسيق خالص يعني حاطناه بالشكل ده هتبقى ملهاش منظر خالص يعني فهنبتدي نزبطها واحدة واحدة مع بعض هاجي عند بوست هنا وعمل اد نيو من الاول كوبي بيست هنا قبل اي حاجة طبعا زي ما هو واضح المنظر لا يصرر عدو على حبيبي التايتل بتاع البوست بتاعتنا هكتب هي عن التلات اشخاص طبعا اللي عملي البرودكت نكتورسون مكس سيلوستري التصنيف ده بيعرف جوجل البوست ده تندرك تحت بنده ايه لان طبعا في الموقع الكبيرة بيبقى في كل كاتيجورية تحتها مجموعة من البوست اللي هما بيشتركوا في نفس الهم اللي هما يعني بيتكلموا عن موضوع واحد يعني يعني مثلا لو موقع عن الماركتنج مثلا هتبقى فيه كاتيجورية عن الاسي او كاتيجورية عن الاعلانات المدفوعة كاتيجورية عن الايميل ماركتنج وهكذا فاني اعمل اد نيو كاتيجورية هنسميها ممكن تبقى مثلا فاوندر زي ما اسمنا مش هتظهر عندنا دي في ال url لان احنا مختارين انها لو تفتكروا من الاول بوست عملنا فيه settings في ال wordpress انها تبقى سامبل بوست يعني بعد ال domain name هيبقى اسم البوست مباشرة مش هيذكر الكاتيجورية هل هي انت عايزها parent category يعني كاتيجورية اقصية ولا اه المفروض يبقى فيتش هايد لكاتيجورية لما اخترتهاش فهتبقى من حاجة تانية يعني هتبقى مندرجة تحت كاتيجورية تانية يعني ممكن كل كاتيجورية تقسمها لسب كاتيجوري الصغيرين اد نيو كاتيجوري اه هنا لاني ما كانش في كاتيجوري لسه فلو لو انا عايزها تبقى مثلا هعمل كاتيجوري تانية تبقى تحت سب كاتيجوري من الفاوندرز بختار هنا فاوندرز وهزهر لي تحته تمام تمام فانيجي نعمل الاول الامبيج بتاعتنا في اليوست سنيبت تفوكس كيفريز طبعا لان انا هنا بستهدف اسم التلاتة فالموضوع صعب شوية ان يبقى كيفريز على بعضه فانا ممكن بس اختصار انا خليها نكترسن بس اه اوتوماتيك هو الداني اللي نخضر على طول اول محطة الكلمة بس قال لنا عندي اربع مشاكل وده اللي اخضر وده الاوتباوند لينكس اللي هي اللي بتخرج من الموقع بتاعنا زي ما قلنا قبل كده طيب ان مشاكل نشوفها بصرعة انترنال لينكس طب الاول نكتب بس السنيبت لان لسه ما كتبناهوش تايتل هليني ناخد نفس التايتل بس ممكن يبقى طويل غالبا اطويل طبعا تمين السلق بتاعنا عايزينه بقى ايه اللي يعني ممكن نخلي اسميهم سلوستري ساعة مكتبه غالطين قررر المترجم للقناة تم figured out بقى عندي هون هدوة مشكلتين top 구本 لسى اذاfun والانترنت Priest يكون لينة داخلية بتودي الى صفحة ثانية بقية Ecabilitas حينما نرى فى بقية علىند ونهاجم 17 انا باسي فويس كتير الساب هدين مافيش بعدين فيه ثلاثة انا قريتعملون امبروفمنت السكور خمسين وسبعة من عشرة نبقى نشوف الرقم ده بعد ما نخلص التنسيق دلوقتي طول البراغراف البراغراف الواحد كتير اكتر مية وخمسين كلمة اللي هو المرشح بتاعنا بتاع يوست بيرشح البراغراف ما يعديش مية وخمسين كلمة ترانزيشن وورد وورد ستة وعشون سابة من عشرة المفروض تبقى تلاتين في المية دي من الحاجات يعني طول الجملة دي من الحاجات اللي انا نبهت عليها في كتابة الارتج اللي هو التزم بها فعلا بس ما التزمش من البراغراف يبقى كبير واحنا هنبتدي واحدة واحدة مع بعض وعلشان كده دايما نتعود اللي هيجيلك من المواقع دي مش هتبقى احسن حاجة في الكتابة إلا لو انت ما عندك كاتب تعمل معها قبل كده واعارفه كويس انا عايز الاول اجيب صور عن الاشخاص اللي انا بتكلم عنهم هنا في الموقع في الاعلان بتاع البراغراف دي صورة ليهم هم التلاتة فانا ممكن بس اخدها كده الاول احتياطي بس انا عايز اجيب صورة لكل واحد فيهم بس انا بس نشوف الشكل لانه ممكن الاسامية تتجابه عشان ما ناخد صورة حدي تاني نرى نكتورسن انا جز كل الصور اللي ظاهرت عن كويت 9 to 5 اكاديمي طيب نيك نفس صورة ولا لا للأسف واضح إنه مالوش صور هنا صور لنك بس مع مارك برضو يا مش لوحد مالوش طول نخلي يا كده عفاديت مارك تنج برضو مالوش طيب نشوف ماكس نشوف كده من غير كلمة افليت مارك تنج الاول تمام ها في كان اسم الواحد والله الصور تمام كويسا ها ما أخذ الصور دي سيديمج مقصد بس تريبا اشتركوا في القناة 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 مهمة عندي ويستحسن هنا بقى ما نخلاش نك هنا نكتب نك بس الوحدة متابعيني طرق يقب بقى في شكل البوصل دلوقتي لما ابتدينا ننظم البراغراف بإمجراء وحش اسم product mark انا اعمله قبل كده عشان يعني الحاجات دي بتلفط نظر الناس اسرع من اي حاجة تانية انا اجل اخليه مثالك كل دي مجرد حاجات تنسية ما هيش حاجات اكبرية دي اسمي product mark القديمة وعلى فكرة ممكن لو انا عايز ان احط affiliate links لل product دي لو عندي هم موضين على click bank اصلا لو عندي links affiliate لي هم ممكن احطوهم ما تدمنش ممكن حد يدخل يوم شهري ده ما يشتريش ال product الرئيسي انا 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 فهي غلطة بس قبل ما ننسى وكاتب اه كاتب نيك is also one of the two founders of 9 to 5 academy فهوه نحن نقل الحتة دي من حتة تانية فصلحها بس اخليها ثري هنتكلم عن ثلاثة هنا مش اتنين هنا زي ما انتم شايفين هو زاكر ارقوم من الناس students and thalamese بتوماكس فبما اني زاكرت ارقام من قوانين الفتي سي في الافليت ماركتنج اللي هي المنظمة اللي هي بتنسق العلاقات في الماركتنج وكده من انت متقولش ارقام ان هي دي الارقام typical بتاعت البرودكت اللي انت بتتكلم عنه وان مش كل الناس طبعا هتعمل الارقام دي فانا هاجي هنا بس وبنقصين كده اقوم كاتب او خليها مثلا And then you get disclaimer The above numbers are not typical موال دي جملة بس لحمايتنا من ناحية القانونية تمام وهنا في الاخر ختم بيو كان ساينب كويت ناين توفايف اكاديمي فممكن بعد لما ينزل افليت لينك تاعة البروداكت اجي هنا وحطها برضو محدش ضمن ممكن حد يدخل على الصفحة دي ما يدخلش على الصفحة الرئيسية فهيبقى في لينك البروداكت هنا يقدر يشتريمن بس مش مستحب قوي ان الافليت لينكي بتاعتنا تحتوي على اسم البروداكت اللي احنا بنسوقه لسبب بسيط ان احنا طبعا دي الكلمة المستهدفة بتاعتنا فانا لما اخلي الكلمة المستهدفة للموقع بتشير لموقع تاني اصلا لان الافليت لينكي بتشير لموقع الرئيسي بتاع البروداكت جوجل بيبتدي يحس لأ الموقع التاني كده اهم يعني ده الموقع اللي بيتكلم عن البروداكت بيوديني الموقع تاني فهيبقى الموقع التاني هو الاهم وده حاجة احنا مش هايزينها فغالبا لو جيت احط الافليت لينكي هنا هغير الكلمة دي ممكن نغيرها من دلوقتي هؤمن الاحيائي اشتركوا في القناة 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 لا والله مش كبيرة اشتركوا في القناة وماكس هنا نشوف كده الصورة تبقى تبيعه ولا زياره طبعاً مش منطقياً انا احط صورة فوس التلاتة بس هنا اعتبارت اخرى مش مشكلة ايه ممكن لو انا عندي برنامج مسلا ان انا ممكن اعمل كروب للصورة واخطى وقطع الحتة دي بس واخليها هي الصورة اللي موجودة موجودة بس هو حصلة من الاسف هي صورة واختها مساحة كبيرة تحت فهتدي انتباع ان ان انا سايب مساحة كبيرة ف german عشان كده هاملها كده بشكلها مش حلو للأسف هنا كده بس مباردنا بقول لجوجل ان الصفحة بتتكلم عن الاشخاص دي فاللي هي من الاتريبيوت في الصورة اللي فاته نشوفها عاملة ازاي يعني مش مش بشعي طيب كده نحطت صور هنا ممكن نخليدي الفيتشورد اميج نخليها التلاتة بقى دا مش هيرجع حتيني في اللي حطناها قبل كده دا دي حاجة ودي حاجة في ريدنج ما عندنا دلوقتي خلاص في اربعة تزبطوا السكور معليش قوي بقى زال واحد وخمسينة اربعة من عشر دي مش حاجة كويسة يقول المعنى انه فريلي ديفيكلت يعني صعب نسبيا ان الناس تقرأ الترانزيشنورز قالت معرفش ازاي الباسف دا عشان نغيره بقى محتاج ان انا اعود اقر كل جملة و اضبط الباسف فويس دي برضو من الحاجات اللي ممكن بعد كده نبقى ننبه عليها لما ليجي نطلب ارتكل ان احنا نقوله ما تخليش الباسف فويس يتجاوز لعشر في المائة من الارتكل المكتوب بس عموما يكفينا كده دلوقتي لانه انا الي يهمني الاسيو اكتر كلهم بقولهن اخضر زي ما انتوا شايفين واحدة اوتباون لينك انا مش حط برضى اوتباون لينك كده ما اعتقدش في حاجة تانية في البوست يكفي نقام كده الحاجات اللي احنا حطناها في حاجة عايزة شوفها بس كده هل احنا بنقبل كومنتس ولا لأ لان احيانا بتبقى لازم بتعمل حاجة معينة عشان تشوف الكومنتس لا تمام تقدر تحط كومنتس يبقى اوتوماتيك تزبط بس خلاص بعمل بابلش فيو بوست فهنا احنا كنا حطين في في السايت بار لو تفتكوا ريسنت بوست وما كانتش ظهرت بسبب ان احنا مكننش لسه حطين اي بوست هنا اوتوماتيك ظهرت فده هيفدنا قوي لما نيجي ندخل هنا في الصفحة الرئيسية لان احنا طبعا عملينها الريفيو ففي صفحة هنا هادمين لان لو مش موجودة دي لو مش موجود الجزء ده في السايت بار جوجل مش هيشوفها مباشرة لما يدخل على الهوم بيج ودي مش حاجة كويسة لان جوجل من حاجات اللي بتدي تقلي للموقع ان يبقى فيه بالذات الصفحات اللي هي بتظهر في الهوم بيج عن تجارب كتير جدا لو صفحة لها لينك في الهوم بيج بتدي تقلي لها اكتر في السايت انجينز اه انا مهمنيش نارت بالصفحة دي بس ما هو كله بيعود لبعضه يعني ما دي هتتقل هي قريدي احنا واخدين منها انترينال لينك للصفحة الرئيسية بتاعتنا وتبقى دايرة وبترجع تاني لبعض طيب انا دلوقتي المفروض ان انا الويلكم بتاعي بها هو اللي فوق هقوم جاي هنا داخل على الويدجتز داخل على سايت بار وهقوم كل اللي انا هعمله ان انا هرتب ترتب هوم هجيب دي هنا الويلكم فوق وعلى فكرة لما اجي احط الامج المفروض هي اللي هتجي هنا فوق الويلكم بساعتها هنبقى نشوف هننساها ازاي او هننزلها تحت او هنسيبها فوق رجعنا للموقع تاني بقت الويلكم فوق ريسنت بوست تحت بالكده يبقى خلصنا الارتكل اللي احنا عملنا بوست زي ما قلنا في الفيديو اللي فات هنحط 3 كمان بوست 3 بوست كمان بس طبعا ما ان الموقع ده تعليمية مش هحطوهم بصراحة لان ما فيش وقت للكلام ده الفيديو اللي جاي بقى هنبتدي نخش على الكلام المهم اللي انتو مستنيينه اللي هو ال back links وال off page SEO اصيبكم دلوقتي ونتقبل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي موسيقى موسيقى